بعد مضي أكثر من شهرين على سجن دنيا بطمة التي صدر عليها حكم بالسجن لمدة عام على إثر قضية حمزة مون بيبي ومرور العائلة خلال الفترة الأخيرة بمرحلة صعبة ومحاولات لمساندة الفنانة المغربية في تلك المحنة إلا أن العائلة بدأت في استعادة تفاعلها من جديد على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال نشر صور جديدة لكل من غزل وليلى روز ابنة دنيا بطمة والكشف كذلك عن بعض التفاصيل من اليوميات خصوصا مع لينا ابنة ابتسام بطمة التي علقت على أحداث ظهور للبنات معا احتفالا بقدوم عيد الفطر المبارك صور جديدة لكل من ليلى روز وغزل بنات الفنانة دنيا بطمة نشرت على حساب الأخيرة والذي تديره شقيقتها ابتسام بطمة وتحديدا بعد سجن دنيا في نهاية شهر يناير الماضي وخطفت كل من غزل وليلى ولينة ابنة خالتهما ابتسام بطمة الأنظار حيث ارتدت ثلاثة إطلالة تراثية عبارة عن قفطانا مغربيا مطرزا باللون الذهبي بينما ظهرت ليلى روز وغزل في صورة بمفردهما حصدت إعجاب الآلاف من المتابعين الذين وجهوا عشرات الرسائل تمنوا فيها عودة والدتهما لهما من جديد خصوصا مع اقتراب عيد الفطر المبارك وهو العيد الأول الذي سوف تحتفل فيه ليلى روز وغزل بدون وجود والدتهما كما أن والدهما محمد الترك أيضا يتواجد في مملكة البحرين غزل وليلى روز بنات الفنانة دنيا بطمة لم يكن هذا هو الظهور الأول لهما بعد سجن والدتهما بل نشر لهما أكثر من صورة مع ابنة خالتهما لينا خلال أكثر من مناسبة في الأسابيع الماضية